الكوليرا تعود مستشرية خاصة في المناطق الخاضعة للسطوة الحوثية تقارير طبية كشفت تسجيل بلاغات عديدة من مدن وقرى تفيد بظهور إصابات جديدة وحالة وفاة نتيجة الإصابة وسط تحذيرات من عودة تفشي المرض في صنعة مصادر طبية أكدت وصول حالات إسهال مائي حادة إلى طوارئ المستشفيات في صنعة بعضها دخل في فشل كلوي حاد نتيجة الجفاف بعد الإسهال الشديد عينات الفحص التي أرسلها الأطباء إلى المختبرات أظهرت ثبوت الإصابة بالكوليرا وسط مخوف من اتساع رقعة العدوى بالتزامن مع اقتراب موسمه طول الأمطار أسباب عديدة كانت وراء انتشار الوباء لكن سبب عودته الآن يعود حسب مصادر طبية إلى اعتماد الأسواق على ما يتم إنتاجه فيما زرع تم ري بعضها بمياه الصرف الصحي من محصول الكراث والفجل ومكونات الصلطة بمختلف أنواعها التي تعتمد عليها الأسواق خلال شهر رمضان وتغذي أسواق الخضار في صنعاء وذمار وإب كارثة إنسانية تنذر بكارثة صحية تنذر بتفش متوقع للمرض بعد انتشار تلك المحاصيل فالكوليرا عدوى معاوية حادة تنتشر عن طريق الطعام والماء الملوثين ببكتريا ضم الكوليرا يمكن أن تؤدي إلى الوفاء إذ لم يتم العلاج منظمة الصحة العالمية سبق أن أعلنت تسجيل نحو 508 حالات إصابة بالكوليرا وحالتي وفاء خلال أول شهرين من العام الجاري في ظل تدهور متواصل للقطاع الصحي منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل أكثر من تسع سنوات